سبع أشخاص للأسف لقوا مصرعهم بعد انقلاب العربية الملاكي اللي كانوا راجبينها بترعة المنشية بزمام قرية الشيخ فضل شرق النيل بمركز بني مزار على شمال المينيا تم انتشار الجسس ورفع السيارة وتحرر محنر بالوقع واختلت النيابة العامة عشان تباشر التحقيق تلقت الأجهزة الأمنية بالمينيا اختار من غرفة عامات النجدة بانقلاب السيارة رقم 1986 ملاكي بترعة المنشية بطريق 757 أمام العزبة البيضاء التبع لقرية الشيخ فضل بالوحدة المحلية البني صامت في شرق النيل بمركز بني مزار بالانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحالات الأولية تبين مصرع روماني ميم 25 سنة ونورا ميم 28 سنة ونورمان ميم 12 سنة ودميانا عين 20 سنة وإبرام ألف 3 سنين ومخائيل راه 10 سنين وماركو 13 سنة جماحهم بيقيموا في مركز بني مزار تمنى الجسس لمشاهدة المستشفى المركزي كما تم انتشال السيارة من الترعة وتقرر التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي بشرت التحقيق وانتقل فريق من إدارة المرور معرفة أسباب وظروف ومربسات الحادث أربنا يرحمهم يا رب ويحسن إليهم إن شاء الله